بعمر السنتين والنصف فقط دخل الطفل رائد قسم سوء التغذية الحاد في مشفى المظفر بتعز بعد أن ساءت حالته الصحية فاقدا قدرته على السير وتناول الطعام باستثناء الحليب طبعا الطفل وصل إلينا رائد إلى المستشفى المظفر وقمنا باستقباله بسوء التغذية وكان يعاني من سوء التغذية الحاد وكان فيه بمضاعفات اللي هي الحمى والإسهال والطرج طبعا بسبب أنه من فيات المهمشين وفيش عنايا من الأهل وكمان سبب المعيشة شبح الموت جوعا في اليمن لم يعد يهدد الأطفال أمثال رائد فحسب بل بات نصف اليمنيين مهددين بالمجاعة حسب تقديرات لشبكة نظام الإندار المبكر والتي توقعت أن يكون أكثر من 17 مليون يمني بحاجة لمساعدات غذائية عجلة مطلع سنة 2024 في الحقيقة استمرار الحرب لتساعة سنوات أعتقد هي السبب الرئيسي للمقاعة في اليمن وبالإضافة إلى استهداف الحوثيين بشكل مستمر للمؤسسات الإرادية للدولة أعتقد أن هذه تعد كارثة يعاني منها الشعب اليمني وهذه تسببت في انحرام الكثير من المرتبات وانهيار العملة المنظمات الأممية العاملة في اليمن بدورها كانت قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من تقليص كبير في تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين بسبب نقص التمويل يبدو أن الأشهر القليلة القادمة ستكون ثقيلة على كاهل اليمنيين بحسب تقديرات لمنظمات دولية خصوصا وأن شبح المجاعة بات يلوح في الأفق فيصل الدبحاني الغد تعز ترجمة نانسي قنقر